خمسة معلومات مهمة التي تعرفها قبل انتلاح المونديال الشيء الذي يجعل مونديال قطر 2020 نسخة استثنائية تابعونا في الحرقة الأولى من روتو كتار 2020 مونديال قطر 2020 الأكيد يدخل التاريخ وممكن برشة الرقمة ذاية لتحتيمه على خاطره يتنظم في أصغر دولة مستضيفة في تاريخ دورات الكل قطر الدورة العربية الشقيقة مساحتها تتجاوز 1571 كم مربع ويشفها مصغر مساحت قطر فإنه يلاقي تطوير بساحتها لتتجاوز 39.000 كم تمثل ضعف قطر ثلاثة مرات لكن صغر مساحت قطر يمثل نقطة قوة هامة للجماهير التي تتنقل كل ملاعب المونديال في وقت قصير ويشف تمكن المتابعة جميع المباريات بكل سهولة وأقل كل فاموكده مع أكثر من مليون مشاجعة بشي تنقل القطر اللي ينظفون لهم متزوز ملايين وثمانيمائة ألف مقيم في الدولة القطرية خليكم تتخيلوا الأجواء اللي بشكون كبيرة في الدوحة ودع القطر 2020 بشيكون على غير عادته في فصل غريف ويش يبدأ تحديدا من عشر نوفمبر 18 ديسمبر وهو وقت مستنسين به الجماهير اللي يتبعوا كاس العالم اللي كان ديما تستنى نهاية الموسم وبداية الصيف بش تتنقل واتبع متشوية منتخباتها اكتيار التوقيت في وسط العام ولليقها برش جدل سبب المناخ الحار والرطوبة عالية اللي تتمتع بها منطقة الخاليش شي لي مثل عايقة كبيرة قدام الملاعبية بشي خاليها تتأقلم مع مناخ قاسي ومش متعودين عليه دونك اتلاق الدورة في نوفمبر بشكون حاجة إيجابية بحكم اعتدال ترجات الحرارة والرطوبة في الوقت ذاك مع خاصية التكييف المشكون موجودة في كل الملاعب من المنتظر بشرة ومستويات كبيرة ومباراية فورجاوي منذ اعلان الفيفا في 2010 على استضافة قطر للمونديال البلاد تحولت للشانط كبير استعدادة للحدثات وحرفيان تعاود كل شي من طرقات وملاعب وحتى مستشفيات وحتى من ملاعب المونديال حضرت الكلها قبلة بعام وشبلت بناء سبعة ملاعب جديدة مع اعادة تايقة ملعب ستاد خليفة الدولي بشواني وثمانية ملاعب كلهم جيازين على اعلى مستوى للستمارات هذه تكلفت برشا على قطر الشي اللي خلى ميزانية كياس العالم بتوصل الـ 220 مليار دولار ومبلغ قياسي ما وصلته حتى تظاهرة رياضية على الاطلاق وعلى سبيل المقارنة دورة روسيا في 2018 تكلفت الـ 11.5 مليار دولار قبلها لبرازيل بـ 15 مليار دولار السلطات القطرية تقول للمبالغ هذه هي نسبة كبيرة للبنية التحتية للنقل والطرقات اللي مش تقعد بعد المونديال واللي مش تساعد في تطوير الدولة زيد عليها انو المدخيل المنتظرة من قدوم المشاجعين لمتابعة مبارية مونديال قطر 2022 بش توصل الـ 20 مليار دولار وبش يزيد يقوي الدولة القطرية كوجهة للسياحة الرياضية حول العالم في سخة 2022 بش تكون الاخرة بنظام 8 مجموعات ومشاركة 32 منتخب بعد قرار الففاك اضافة 16 منتخب بش يولي عدد المشاركين 48 منتخب بداية من دورة 2026 اللي بش تلعب في امريكا والمكسيك وكندا وللمعلومة فانو الففا درست سيناريو 48 منتخب بش يكون حاضر في مونديال قطر 2022 الى انو بعض الاشكاليات ظهرت كيف بعد المسافات وربما حد التوتر السياسي في المنطقة خلال الففا تعدل على الفكرة هذية وتأجلها المونديال لـ 2026 تبش المدول الفورمال الحالية مع مونديال قطر للأبد وبداية من 2026 اكيد بشرهوا برشة منتخبات جديدة وتشارك حلم المونديال لأول مرة في التاريخ كيف كل دورة الفيفا تقوم بتعديلات وإضافات تكنولوجية خاصة في مجال التحكيب وبعد مارينا تقنية جولاين تكنولوجي في مونديال البرازيلة 2014 وتقنية الفارف 2018 بانه مونديال القطر 2022 بالمنتظر يدخل له تقنية التسلل الآلي والبلانكلي سيلف اوتوميت اوف سايت وبالتقنية هالي بش نجمه نتأكده من وجود التسلل والا عدمه في بعض الثواني فقط عن طريق تجهيز الملعب بأكثر من 29 راتار منتشرين على كافة أنحاء استاد بالإضافة إلى تجهيز الكورة اللي بشرعوا بها بكابتور شديدة الحساسية الشي اللي بش يخلي حكام الفار والمشاهدين في نفس الوقت بش يعرفوا وجود التسلل والله في بعض الثواني وبدقة متانية وهكا بش يقل له هامش القطاء ربما للسفر مع بشراء وبرش اغلاط ريناية حتى بوجود الفار هذا كل شي في حلقة اليوم في الحلقة جاية بش نتابعه ونكتشفوا ثمانة استادات اللي بش تعتظن أكثر من 40 ماتش في كاس العالم قطر 2022 الكاس اللي بشكون استثنائية في العراضي العربية اذا عجبكم نتابعه وننشتبهوني في الباج الوفيسيال بش تابع كل الحلقات الجديدة بتاع الروتو كاتار اذا حمد بنيشي السلام عليكم ونقولكم باي باي